موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة الشرق الأوسط التي نطالع منها تايلند تقدم دورات مجانية لنساء يتزوجنا من أجانب جاء في تفاصيل الخبر توفر تايلند دورات مجانية للراغبات في الزواج من أجانب حتى يتمكن من التعامل مع مزايا وعيوب الزواج وحتى لا يقعن ضحية للإتجار في البشر أو يتعرضن للخداع عند السفر للخارج ومع تقبل المجتمع التايلندي لفكرة الزواج من أجانب أصبحت بعض النساء تعتبره وسيلة لتحسين وضعهن الاقتصادية واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الإمارات اليوم اطلاق اسم أوباما على نملة قرر بحثون من اليابان اطلاق اسم أوباما على نملة عثروا عليها بحديقة في كينيا والتي تقع بالقرب من القرية التي عاش فيها أسلاف أوباما واتخذ بحثون من معهد للعلوم جنوب اليابان هذا القرار تكريم لأوباما على اسماته في الحفاظ على التنوع الإحيائي على مستوى العالم ونقرأ من صحيفة الحياة مشاهدين جهاز حاسوب يشم رائحة المتفجرات كشفت شركة معلومات عن جهاز حاسوب لا يعتمد على السيليكون ولكن على الخلايا العصبية للفئران وقالت الشركة ان هذا النظام درب على التعرف على رائحة المتفجرات ويمكن استخدامه ليحل محل الامن التقليدي في المطارات ومن صحيفة القبس الكويتية مشاهدين التي عنونت بين صفحاتها هارفورد الجامعة الاكثر تخريجا للأثرياء تمكن تقرير متخصص من رصد الجامعات التي درس فيها أثرياء أثر الأثرياء في العالم والتخصصات التي تخرج فيها في محاولة لتحديد الجامعات التي تحولت إلى مراكز لتخريج وصناعة هؤلاء الأثرياء يتبين أن الأغلبية الساحقة لمليارديرات العالم توزع على 28 جامعة فقط من بين ألاف الجامعات حول العالم ختاما مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية الجد السوبر تركي يحصل على أربع شهادات جامعية بعد سن الستين استحق عجوز تركي يبلغ من العمر 77 عاما لقب الجد السوبر عن جدارة بعد أن بدأ حياته الجامعية وهو في الحادية والستين من عمره وحصل خلال 16 عاما على أربع شهادات جامعية وقال المسن إنه ترك المدرسة بعد المرحلة الإعدادية وتعلم اللغتين الروسية والألمانية وعمل مترجما لتلك اللغتين ثم في مرحلة لاحقة من عمره أنهى المرحلة الثانوية بنظام التعليم المفتوح ترجمة نانسي قنقر